الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان حياتكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة طيفنا في هذا اللقاء بمشأة الله تعالى في ذنب سيطيب المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان الأعنزي أهلا وسهلا بكم الله شيخ أحيكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات في كل مكان وأسأل الله تعالى أن يسددنا في القول وفي العمل وأن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا استمعين في كل مكان لازال حديث الشيخ جزاء الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688 رسالة النصية القصيرة 6688 المشاركات عبر أتواتر شارج ريديو تكلمة لك فرس الشيخ أحسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل علينا أعظم كتاب وبعث إلينا أفضل رسول وشرع لنا أكمل الدين أحمده جل وعلا وأشكره وأثني عليه الخير كله وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله ووحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد فما زلت مع حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما القائل ثلاث مهلكات وثلاث منجيات وثلاث كفرات وثلاث درجات وفي لقاء الأمس تكلمت عن الثلاث المهلكات تكلمت عن الثلاث المهلكات وفي هذا اليوم أتحدث عن المنجيات الواردة في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك أول المنجيات العدل في الغضب والرضى والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من جملة ما يدعو به قوله أسألك كلمة الحق في الغضب والرضى أسألك كلمة الحق في الغضب والرضى ذلك أن طبيعة النفس البشرية في حال الغضب تفقد السيطرة وتسيطرة على تصرفات اللسان وتصرفات الجوارح ولذلك هنا يدعو الإنسان ربه جل وعلا بأن يرزقه العدل في حال الغضب وفي حال الرضى في حال الغضب وفي حال الرضى لماذا؟ لأنه كما ذكرت بأن هذه مسألة غاية في الخطوعة ولذلك الذي ينجيك أنك تكون عادل في جميع أحوالك وفي جميع شؤونك وأمورك وللأسف الشديد الآن تجد بعض الناس بمجرد أن يكون بينه وبين شخص آخر مشكلة ذهب العدل وحل الظلم فيحصل بين الزوج وزوجته إشكالات فيقوم الزوج فيفتري على زوجته ويظلمها ولا يعدل ويحصل أيضا في المقابل الزوجة يحصل بينه وبين زوجها مشكلة مثلا فتقوم فتظلم الزوج ولا تعدل ولذلك المؤمن عنده من التوازن ما يمنعه أن يضيع بين عاطفة الحب وعاصفة البغض وهذا مما ينجي الإنسان يوم القيامة وفي حديث الإفك هذا الحديث الطويل فيه بعض الفوائد من جملتها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل زينب بنت جحش وكانت كما تقول عائشة امرأة ساميني بمعنى بين عائشة وزينب من الغير على النبي عليه الصلاة والسلام الأمر الذي يعلمه الناس ففيه منافسة بينهما وفيه شيء من الكلام يحصل بينهما فقام النبي عليه الصلاة والسلام فاختار زينب من بين نسائه اختار زينب اللي بينه وبين عائشة كثيرا ما يحصل شيء من التلاسن اختارها من بين النساء فقال ما تقولين فماذا قالت؟ قالت والله يا رسول الأصون سمعي ولساني والله ما علمت عنها إلا خيرا الله أكبر شوف العدل في وقت كان بإمكانها أن تصفي حساباتها مع عائشة وأن تنتقم منها حسب ما يعني يكون بين الضرات لكن الإيمان والورع في قلبها وفي صدرها منعها لذلك قالت عائشة ويتثني عليها قالت أما زينب فمنعها الورع منعها الورع ولذلك من الأمور المنجية العدل في الغضب والرضا الأمر الثاني القصد في الفقر والغنى فمن الأمور المنجية أن يكون الإنسان مقتصدا في حال الفقر وفي حال الغنى ذلك أن لما كان الفقر والغنى بليتين يبتلي بهم الله عز وجل من شاء من عباده لأن الإنسان يبتلى في السراء والضراء ويبتلى بالفقر والغنى كما قال جل وعلا ونبلوكم بالخير والشري فتنة وإلينا ترجعون قل جل وعلا وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون ففي الغنى العبد يبسط يده وفي الفقر يقبضها فهنا يسأل الله عز وجل القصد في الحالة وهو التوسط الذي ليس معه تبذير ولا إسراف ولا تقتير ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام والقصد في الفقر والغنى والقصد في الفقر والغنى الأمر الآخر خشية الله في السر والعلانية هذه من الأمور المنجية خشية الله جل وعلا في السر والعلاني لنجرت عادة الناس أنهم يحتشمون في حال العلانية ولا يظهرون ذنوبهم لكن إذا خلوا عصوا الله وأذنبوا فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن من الأمور المنجية هو أن تسأل ربك جل وعلا الخشية في السر والعلانية بمعنى أنك تتعامل مع ربك على وتيرة واحدة وعلى حالة واحدة فلا تعصيه في السر وتمتنع في العلانية ولذلك من الناس وللأسف الشديد منهم في العلانية رهبان وفي السر شياطين نسأل الله العافية والسلام من خلال تهتكهم من خلال ولوغهم في المعاصي والذنوب فهم جعلوا أصغر الناظرين في عينهم هو الله هو الله فيمتنعون عن مقارفة بعض الذنوب أمام الناس حياء منهم لكنهم لا يستهون من الله ولأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الأمور المنجية هو الخشية في حال السر في حال العلانية الحديث له بقية إن شاء الله في المجالس القادمة بحول الله تعالى وقوته أسأل الله تعالى أن ينجينا وإياكم من كرب الدنيا ومن عسرها وأسأل وجل وعلا أن ينجينا وإياكم من كرب يوم القيامة إنه الخير مسؤول والله تعالى أعلم وأعلى وأجل وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد أزاك الله خير أحسن الله إليكم نذكر مستمعين الأكارم برقامة تواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688 رسالة النصية القصيرة 6688 المشاركات عبر تويتر شارج راديو فالشيخ هنا سؤال أبو خليفة من لقاء الأمس سأل عن يقول صلاة الضحى هل هي الأربع ركعات التي قبل صلاة الظهر أو تختلف الحمد لله بالنسبة لصلاة الضحى حكمها سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد أوصى بها أبا هريرة وأبا ذر وأيضا حث النبي عليه الصلاة والسلام على صلاة الضحى وكان يقول في حديث يصبح على كل سلامة من الناس صدق في آخر الحديث قال ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى الأمر الثاني بالنسبة لعدد ركعات الضحى أقلها ركعتان وأكثرها لا عد له ومن أهل العلم من جعل الاعتدال في هذا إثنى عشر ركعة وذكروا في هذا حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو حديث أم مهاني أنه صلى ثنتي عشرة ركعة في مكة في فتح مكة الزوال الآن هو علامة الزوال الآن هو أذان الظهر علامة الزوال الآن هو أذان الظهر ولذلك أخي الفاضل بالنسبة لركعات الأربع اللي قبل صلاة الظهر لا هذه سنة الظهر القبلية وهذه تؤديها بعد أذان الظهر وكل صلاة قبل أذان الظهر فهي من الظهر سأكل الله خير فالسيخ معنا هذه المكالمة أبو سالم تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أبو سالم أختيار ماذا أختيار الزوج المناسب للزوجة الزوج المناسب ولبناتكم كان اللي ما أذكر شو اللي رواية عن عائشة يعني عن عائشة مش عن رسولية أنا عائشة تبطل هذا نعم نعم أن الزواج وصفت إن شاء الله واضح إن شاء الله واضح سأكل الله خير بسالم حياك الله أبو أحمد فضل السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أبو أحمد فضل عندي سؤال بس مخصوص الحجامة في أيام أيام التاريخ الحجري آآ أظن سبعة عشر في سبعة عشر وواحشرين بس يعني مثلا إذا صادف آآ تاريخ آآ وحشرين في النهار أو مثلا عادي يعني سوى الحجامة ولا بس تكون نهار واحشرين أو سؤال الثاني نعم آآ بخصوص استخارع عادي واحد يكرر استخارع إذا ما مرتاح للشي رجع يتخير مرة مرتين ثلاث عادي ولا بس يتكون مرة وحدة إن شاء الله شكرا زاكر الله خير ربو أحمد ما شارجل فضل الشيخ نعم أيضا فضل الشيخ سؤال أبو خليفة بالنسبة يقول نذهب إلى بعض المطاعم في بعض الفنادق يقول فضل الشيخ فيها خمور فيقول حكم أن نأكل أو ندخل هذه المطاعم الحمد لله الأصل في المسلم أن تجنب الأماكن التي يوجد فيها خمرات أو يوجد فيها من يبيع الخمر أو شيء من هذا القبيل وذلك لصيانة المسلم لنفسه وحشمته لذاته وخاصة مع وجود المطاعم النظيفة والأماكن النظيفة الأمر الثاني إذا كان في بلد لا يوجد فيه إلا مطاعم مجتملة على مثلا وجود الخمر فيها بحيث يكون في زاوية أو في ركن أو في شيء وهو مضطر إلى الأكل والشرب في هذا المطعم فلا بأس بشرط أن لا يوضع على مائدته شيء لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن مثل هذه الموائد التي يدار فيها الخمر فيكون بعيد عنها إذا كان محتاجا أو مضطرا أما إذا كان لا ليس مضطر ليس مضطر ولا محتاج فيذهب إلى الأماكن النظيفة سأكل الله خير فالسيخ وأحسن الله إليكم أيضا فالسيخ أبو سالم سأل عن يقول أن يعني حديث أن النساء عوان عندكم فيقول ما معنى عوان الحمد لله نعم صحى عن النبي صلى الله عليه عليه وسلم قال ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم والعوان في لغة العرب وفي لغة الشرع الأسيرة أو الأسيرات والمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام استعار هذا الإسم للمرأة أو استعار هذا اللقب للمرأة ليبين حقها على على زوجها وأن زوجها يجب عليه أن يرحمها وأن يعطف عليها وأن يتعامل معها كما يتعامل مع الأسير فالله جل وعلا قال إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور فالنبي عليه الصلاة والسلام استعار هذا اللقب مع أن المرأة ليست بأسيرة وليست برقيقة ولا بأمى ولا بمملكة هي حرة لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبعث رسالة إلى الرجال وأن يرقق قلوبهم امتجاه النساء قال فإنهن عوان يعني مثل الأسيرات عندكم بمعنى أنه يجب على كل رجل أن يتق الله تعالى في المرأة سواء كانت أم له أو زوجة أو أخت أو بنت مثلا أو امرأة أو أنثى مثلا التزم تربيتها والإنفاق عليها هذا هو المعنى الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم شكرا أخي الله خير شيخ معنا أخي عبدالله تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أخي تفضل الله يا خي شيخ أجزاكم والله خير أعزرنا وياك الله يحفظك سؤالي للفضيل للشيخ عن مدة الجمع القصر هل لها مدة معينة معدودة بأربعة أيام أو سوائين أو شهر أنا مسافر أنا ساكن في بوضبي وروحت لنفض بورشة عمل في دبي المدة سوائين 14 يوم هل يعني يجوز الجمع القصر هل أعتبر رح أكون المسافر حتى لو فاح في الفترة 14 يوم 15 يوم نعم إن شاء الله واضح إن شاء الله خبت الله تسمع الرد شيخ إياك الله إخناصر تفضل السلام عليكم شاهد الحال عليكم السلام ورحمة الله بركاته تفضل إخناصر إزاكم الله خير الله يبارك فيك إزاكم الله خير إخناصر الغالي بس عندك تفتار بخصوص الانسيات الأجنبية هذه الواحد مثلا لو بيأخذ جواز دولة أجنبية مثلا أوروبية أو الدولة كافرة نعم بدون الإقامة في الدولة هذه هل يستوي ولا شرعان يعني ولا ما يستوي إن شاء الله زاك الله زاك الله خير إخناصر أخي أخي أبد الله تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالكم الله يبارك فيك تفضل أخي شيخ عندي سؤالين نعم سؤال أول من هم الأربعة اللي يعني يدخلون النار يعني مأبد نعم واضح السؤال الأول واضح واضح السؤال الثاني أنا عندي حلق صديقي يحلقني يعني بس هو يعني مش مسلم هندوسي أنا يوم تحلق ما يعني أحاول أدخل على الإسلام والإسلام الجميل وهذا وما يعطي إني جواب يعني بس هو يعرف يعني يتكلم يعني بور استغفر الله وما أعلم شو يعني بس يعني كيف كيف أوصل لي يعني أنا حاول كذا مرة وشكرا كلا خير أخي عبد الله الله يحفظك كلا خير النبي صلى الله عليه وعلى سلم قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا إلا تفعل تكن فتنة في الأرض وفساد عريض في المقابل قال عليه الصلاة والسلام تنكه المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاضفر بذات الدين تربت يداك ويجوز للرجل أن يعرض موليته على الرجل الصالح فقد عرض عمر بن الخطاب ابنته حفص على أبي بكر وعلى عثمان فلم يجيب فلم يجيب وصار في يعني وجد في نفسه ثم تقدم لها النبي عليه الصلاة والسلام فاعتذر منه وقال سمعنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر حفصه ولذلك ما أجبناك يعني نحن نتشرف لكن ما أجبناك لأن النبي صلى الله عليه ذكرها والبخاري رحمة الله عليه بواب بابا باب عرض الرجل الصالح موليته عرض الرجل موليته صالح ولذلك اختيار ذا الدين من الطرفين لا شك بأنه أمر تتحقق فيه مصالح كثيرة جدا وتندفع مفاسد كثيرة جدا سأكل أخير فرص شيخ أيضا سؤال أبو أحمد بالنسبة للحجامة يقول فرص شيخ مثلا يقول ورد أنها يعني تستحب في أيام معينة مثلا يقول فيه اليوم السابع عشر فيقول إذا صادف اليوم السابع عشر هل يستحب هل تستحب في النهار أو في الليلة الحمد لله بالنسبة للحجامة النظر إليها من طريقين نظر طبي ونظر شرعي أما النظر الشرعي فقد وردت مجموعة من الأحاديث تشير إلى توقيت الحجامة وهذه الأحاديث محل خلاف عند أهل العلم من حيث التصحيح والتضعيف من ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله سلم قال من احتجم لسبعة عشرة وتسعة عشرة أو إحدى وعشرين كان شفاء من كل داء وأيضا ورد عنه صلى الله عليه وآله وآله أنه كان يحتجم في الأخدعين والكاهل وكان يحتجم لسبعة عشرة وتسعة عشرة وإحدى وعشرين وجاء أيضا عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن خير ما تحتجمون فيه يوم سبعة عشرة ويوم تسعة عشرة ويوم إحدى وعشرين وهذه الأحاديث كما ذكرت العلماء فيها ما بين مصحح ومضعف وعلى فرض ضعفها وإن كانت ولله الحمد للأحاديث كلها تنتهض للاحتجاج إلا أن اللجوء إلى الجانب الآخر وهو يعني استشارة الأطبة فهم يذكرون بأن كأن الأطبة مجمعون على أن الحجامة بعد منتصف الشهر أنفع هكذا يقولون بعد منتصف الشهر أنفع ولذلك إذا أخذنا رأي الأطبة مع هذه الأحاديث المحتملة للتحسين وبعضها ولله الحمد حكم عليها كثير من أهل الصنعة بالصحة نخلص إلى أن الحجامة تكون بعد منتصف الشهر يعني مثل ما جاء في الأحاديث يعني احتجام يوم سبع عشر يعني يوم سبع عشر وتسعة سبع عشر وتسعة وتعشر وواحد وعشر قضية الليل والنهر سواء قضية الليل والنهر سواء إلا إذا كان مثلا الأطبة يشيرون إلى أن في الليل أفضل من النهار ممكن أنه يستأنس بكلام الأطبة لكن الذي يظهر بأن الليل والنهار سواء في مثل هذا الأمر سياك الله خير شيخ معنا أبو عمر تفضل السلام عليكم شيخنا الأفضل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياة الله أبو عمر الله يبارك سؤالي شيخي لو سمحت عندي يعني صداقة مع زملاء عمل يعني في منهم مسلمين وغير مسلمين نلتق بين الفترة والثانية يعني نخرج مع بعض في مطعم وكذا طبعا الصديق الغير مسلم بتعرف الشيخي بيطلب مشروب أو خمرة أو كذا بيشرب معنا يعني بيشرب في نفس الجلسة فما بعرف هل يجود يعني الجلوس معهم يعني في نفس الوقت المكان نعم إن شاء الله إذا كالله خير بعمر الله يحفظك يبارك فيك نعم نعم في الشيخ أيضا نسوأ أبو أحمد بالنسبة للاستخارة يقول حكم أن أكرر وعيد الاستخارة إذا لم يتبين لي شيء الحمد لله الجواب نعم يجوز لك أن تكرر الاستخارة إذا لم يتبين لك شيء وقد نص أهل العلم على ذلك فتكرر مرة ومرتين وثلاث ومشأت حتى يتبين لك الأمر نعم أيضا نفض الشيخ سؤال الله خيبد الله بالنسبة لي يقول مدة الجمع والقصر هل للجمع والقصر بالنسبة للمسافر هل لها مدة معين يقول ناسكم في أبوظبي ويقول ذهبت إلى دبي لورشة عمل لمدة 14 يوم فض الشيخ يقول هل أنا مسافر في هذه الحالة جزري الجمع والقصر طول هذه المدة الحمد لله مسألة الجمع والقصر مسألة خلافية والخلاف فيها طويل وعريض عند أهل العلم فجمهور الفقه يذهبون إلى تحديدها بأربعة أيام ومن أهل العلم من يذهب إلى أنها محددة بتسعة عشر يوما ومنهم من يذهب إلى أنه ما دام أنه مسافر فيترخص برخص السفر لكن الذي يظهر حقيقة وخروجا من الخلاف خاصة في مثل الصورة التي ذكرها الأخ السائل وهي ما هو من أبوظبي يأتي إلى دبي ويمكث مدة سبوعين فالذي أرى له أنه يحتاط وأن لا يترخص بهذه الرخصة وإنما يتم الصلاة خاصة ولله الحمد الأمور ميسرة المساجد قريبة ويعني حوال مثلا من يأتي إلى الدورات يشاركهم بشكل طبيعي وما عنده أي مشكلة لكن إذا قال والله أنا مثلا يحصل ضيق في الوقت ويحصل مثلا إجهاد بحيث أخشى فوات وقت الصلاة وممكن يترخص على ما ذكرنا من الأقوال سأك الله خير رفاق ناصر يسأل عن حكم أن يأخذ جواز دولة أجنبية من غير أن يقيم في هذه الدولة الحمد لله الأصل المنئ الأصل المنئ وجوز العلماء ذلك للضرورة جوز ذلك العلماء للضرورة لأن القاعدة الشرعية أن الضرورات تبيح المحظورات وإلا الأصل أن الإنسان لا يلجأ إلى ذلك ويحرم إذا كان مثلا يعني جهة البلد الذي يعيش فيه يمنع ازدواج الجنسية ويمنع الإذن في أن ينتقل الإنسان إلى جنسية هذا سواء كان في حال الضرورة أو في غير حال الضرورة أما إذا كان شخص مثلا ليس عنده جنسية أو أنه في بلد في فتن وقد يصل الأمر فيه إلى القتل أو يعني يخاف على نفسه وعلى أولاده ومضطر إلى مثل هذا وبحث عن دولة مسلمة فلم يجد ممكن للضرورة في مثل هذه الحالة سأكل الله خير الشيخ الأخ عبدالله يسأل يقول هل هناك من الناس أو من الأصناف من يدخل النار دخولا مؤبدا الحمد لله بالنسبة لمن يدخل النار أعاذنا الله وإياكم من النار صمثان صمف يدخلها دخولا أبديا يبقى فيها أبد الآبدين وصمف يدخلها دخولا أمديا بمعنى إلى وقت أما الذين يدخلونها إلى أمد يعني إلى وقت فهم أهل الإسلام من أهل التوحيد والإيمان الذين نقوا الله عز وجل ولم يتوبوا من الذنوب والكبائر لكن عندهم توحيد وإيمان لكنهم لقوا الله بكبائر فهؤلاء تحتم الشيئة الله إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم على قدر ذنوبهم فيدخلون النار ويخرجون منها فحما ثم يلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل تنبت الحبة في حميل السيل ثم يدخلون الجنة بعد ذلك لأن عندهم التوحيد والإيمان ولذلك هذا مهم جدا فيجتهد المسلم في تصحيح توحيده وإسلامه وإيمانه أما الذين يبقون في النار بقاء أبديا وخلودا أبديا فهم الذين عناهم الله جل وعلا بقوله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وقال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فكل من أشرك بالله من أي ملة من الملل ومن أي نحلة من النحل ومن أي جنس من الأجناس أشرك بالله حتى لو زعم أنه مسلم لكن صرف العباد لغير الله قصدا عامدا فإنه يخلد في نار جهنم لأن الله حكم عليه بذلك قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من مات وهو يشرك بالله دخل النار ومن مات وهو لا يشرك بالله دخل الجنة سيكون الله خير صحيح وأحسن الله إليكم معنا حسن تفضل سلام عليكم الشيخ السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله حسن تفضل السلام عليكم الشيخ حزيز عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يعطيكم الصحة والعافية حسن نعم تفضل الأول الله يتقول بعمرك في شهر سنين 2020 نبنى ماء نحن من مكة فبغيت أسأل الماء هذا لتاريخ محدد ولا أي وقت عن انتشاب عادي صالح يلي شرب إن شاء الله والسؤال الثاني الله يتقول بعمرك نسيتها حين خلص إذاك الله خير الله يبارك فيك إذاك الله خير خسن تسمع إن شاء الله تفضل شيخ هياك الله نعم فضل شيخ نعود لأسؤال لأخو عبد الله بالنسبة لأن يقول عندي صديق حلاق غير مسلم ودائما أحاول أن أحببه في الإسلام فيقول فالشيخ ما أفضل الطرق حتى أحببه في الإسلام ويدخل في الإسلام الحمد لله أولا تشكر يا أخي الفاضل على اهتمامك بدعوة غير المسلمين إلى الإسلام وهذا نعمة من نعم الله عز وجل عليك وهو باب من أبواب الخير فالله جل وعلا يقول أدعو إلى سبيل لربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن ويقول الله جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بلغوا عني ولو آية كان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث الدعاة إلى الأقاليم والجهات يدعون إلى الله بعث معاذن إلى اليمن وبعث أبوى موسى الأشعري وبعث ألي رضي الله عنه هكذا حتى أن الصحابة فهموا بمجرد أن يسلموا ويتعلموا أحكام الدين يصبحون دعاة بعد أن يتأهلوا لذلك فأسر الله تعالى أن لا يحرمك الأجر الأمر الثاني لا شك بأن الشخص الذي دل على الهدى له مثل أجر يعني عمل من دله عليه ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبع لا ينقص ذلك من أجورهم شيء صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم أمر آخر إذا أردت أن تختصر الدعوة دعوة هذا الشخص فادعوه بأخلاقك فإذا رأى عندك الصدق ورأى الأمانة ورأى عندك العدل فإن هذا من أقوى الأسباب التي تأسر الآخرين وتجعلهم يسلمون ولذلك دين الإسلام انتشر بأخلاق المسلمين ولله الحمد والمن وأحرص على أن لا تكرهه على الإسلام لأن أحيانا بعض الناس يتحمس في دعوة الآخرين فيكثر عليه ويثقل عليه ربما نفره عن ذلك يقول جل وعلا لا إكراها في الدين قد تبين الرشد من الغي يقول جل وعلا فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ولذلك تتلطف معه وتأتي له مثلا بالمطبوعات في لغته مثلا يقرأها يعني تحاول أن تختار الأوقات المناسبة في دعوته ولا يفهم منك أنك كل مرة تأتي عنده تتكلم معه في هذا الأمر لأن هذا قد يسبب له نفرة ولكن مع الوقت بإذن الله أدعو الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالي يفتح على قلبه ويسلم الدعاء طيب بارك الله فيك سيكون الأخير شيخ معنا أبو محمد فضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياتك أبو محمد شيخ عزيز حالك شيخ بارك أبو مسهلا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السؤال ما أبطول عليكم والأرض بعتها حق المسيط اللي عندي مسيط أبا أكمل أبراه ومكدور كان عندي خطأ الأرض بعتها ويعني فلوس هذا هالي المبلغ الحين يعني توى يعني للذكين ولا لا ولا أكمل بناعة مسجد بس هاي الزكاة يعني بس المبلغ هذا إن شاء الله اللي بعت الأرض يعني واضح محمد واضح إن شاء الله كلا خير محمد حيا كلا شيخ سؤال بعمر بالنسبة يقول عندي أصدقاء منهم مسلم ومنهم غير مسلم نخرج يقول زملاء في العمل نخرج إلى مطعم يقول غير المسلم قد يطلب على نفس الطاولة يطلب يقول خمر فيشرب ونحن يقول جلوس بجنبه هل يجوز هذا الأمر الحمد لله طبعا الأصل جواز أن يخرج المسلم مع زملائه في العمل وإن كانوا غير مسلمين إلى أمور مباحة ولله الحمد والمنا وينوي في قلبه أن يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الإسلام ولو لم يتكلم بهذا وهذه النية قد يباركها الله عز وجل وتكون ثمرتها تتوج بإسلام هؤلاء الزمل ولذلك المسلم دائما لديه جذوة في قلبه وهي محبة الخير للآخرين فينوي الإنسان ويتعامل معهم بصدق وأمانة كما ذكرت للأخ السائل قبل قليل الأمر الثاني لا يجوز للمسلم يجامل على حساب دينه ولذلك إذا جلست معهم وطلبوا خمرا فإنه يحرم عليك أن تجلس معهم وذلك لما جاء في المسند والترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر لا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر وورد فيه لعن أيضا أن من جلس ملعون من جلس على مائدة يدار فيها الخمر وإن كان الحديث محل كلام عند أهل لكن هذا لا يجوز الله جل وعلا يقول وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان ويقول جل وعلا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم قل جل وعلا وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وأمر آخر هو أن هذا الرجل الذي طلب الخمر وجلس وأنتم راضون في واقع الأمر أنتم تبعثون رسالة سيئة في واقع الأمر إليه وهي أنكم غير متمسكين بدينكم وأن دينكم يعني لا يساوي شيء من الاعتزاز بالنسبة لكم فيراكم بأنكم من السهولة جدا يعني جلستم على مائدة يدار فيها الخمر من السهولة أن تتركوا وقت الصلاة أن تتركوا الصلاة حتى يخرجوا وقتها مثلا من السهولة أن تفعلوا يعني شيئا عظيما ولذلك لما يعني تطلبون منه بأنه يمتنع عن هذا بأدب طبعا وب باحترام وبأسلوب يعني لطيف هذا تبعثوا الرسالة له بأن الدين بأن الشخص عنده دينه يعني مقدم على كل شيء فهو يرى فيك شخصية فعلا شخصية مسلمة ومتمسكة لا يمكن أن يتنازل الإنسان عن دينه لأي ظرف من الظروف لأي سبب من الأسباب خاصة الشغلات هذه السهلة اللي والله مبنية على صحبه ليست يعني خروجكم ليس فرضا ولا واجبا أو اجتماعكم لذلك هنا تستطيع بعملك أن تبعث رسالة ممكن أن هذا يهتدي ويسلم لما يشوف اعتزازك بدينك اعتزازك بصلاتك اعتزازك بكذا منعك وجود الحرام على المجلس الذي أنت فيه وأسر الله تعالى أن يحفظ الجميع بارك الله فيكم محمد الشيخ وأحسن الله إليكم لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهات حلقة اليوم نشكر فينا هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزين نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء على السعيد تقبلوا تحيات محدثكم سحاق عبداللطيف السلام عليكم ورحمة الله